انعقدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم بحضور كامل أعضائها الذين منحوا ثقتهم لرئيس الاتحاد هاشم حيدر ولائحته لإدارة اللعبة في السنوات الأربع المقبلة حيدر ألقى كلمة بالمناسبة أكد فيها على أن تسكيته هي تأييد ومسئولية كبيرة ألقيت على عطيقه لتطوير اللعبة في لبنان متعاهدا بتحقيق ذلك مع الاستمرار بمنح الأولوية للمنتخب في الفترة الحالية الجمعية العمومية شهدت تكريم شخصيات بارزة من قبل الاتحاد كانت قد ساهمت في دعم مسيرة منتخب لبنان خلال تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم المكرمون عماد جمعا رئيس مجلس إدارة جاي جروب الداعمة الرئيسية لكرة القدم اللبنانية ورجال الأعمال أمال أبو زيد طلال مقدسي بير كخيا وشريف وهبي